اهلا بكم في تغطية جديدة تغطيتنا النهاردة بخصوص العطل اللي ضرب الفيسبوك وانستجرام وواتساب وهيستمر العطل لحد الساعة كام ومتوقع امتى يرجع الفيسبوك يشتغل بشكل طبيعي موقع الفيسبوك اتعرض لعطل مفاجئ من عدة ساعات بقاله 3 ساعات لحد دلوقتي عطلان طبعا العطل دوت احد الساعة من الملل من الكتير مننا اللي متعودين انه يقضي اغلب وقت على الفيسبوك او على الانستجرام او حتى على الواتساب سواء كانت بسبب الشغلة او كطرفية موقع فيسبوك اعلن في تغريدة ليه على تويتر انه يدرك ان بعض الاشخاص بيوجهون مشكلة في الوصول الى تطبيقاتنا ومنتجاتنا مضيفا نحن نعمل على اعادة الامور الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن ونأسف لاي ازعاج ووجه الموقع المستخدمين انه هناك مشكلات الان في الاستجرام وطالب المستخدمين بالتحمل في نفس الوقت طبعا موقع تويتر انتهز الفرصة ديت ورده قال لك المستخدمين يا جهون بعد الوقت الصعب في الوقت الحالي بالنسبة اللي بتسألوا عن الاسباب الخاصة بتعطي موقع الفيسبوك لحد دلوقتي ما فيش اي اسباب تم الاعلان عليها من قبل شركة فيسبوك عن سبب العطل لكن الاعتار دي احيان كتيرا بيكون اسبابها التحديثات اللي بتتم على الموقع وخاصة ان الموقع حاليا بيعتبر شهال داتا ضخمة جدا جدا عن السنين اللي فاتت فبالتالي اي تحديث طبيعا نحصل معا حالا من العطل او قد يكون ظهر مشكلة بيتم حلها الاحتمال التالت والاخير ان وجودها كرز سببه في العطل دوت لكن الساعات اللي جاية هتوضح السبب الحقيقي وإيه اللي حصل فعلا سواء كان تحديث او لو كان هناك في هجمة على سيرفورات شركة فيسبوك خاصة ان الاعتار دي طبعا بتقلل من حكمة السوقية لشركة فيسبوك وفي خسار بالملايين دلوقتي سواء لشركة فيسبوك او الشركات الاخرى المعتمدة عليها الخسار دي برضو هتمتد ان المستخدمين فيسبوك يبدأوا يلجوا الى المنصات التانية في خلال الاوقات الرافضة ديت لو افترضنا ان هي امتدت اما عن المعود اللي ممكن يرجع فيه فيسبوك يرجع للعمل المفترض قبل الساعة عشرة يبدأ الموقع يعمل بشكل طبيعي لو قدروا يحلوا المشكلات او التحديثات اللي بعملوها حاليا